قدمت النيابة الجزائية التخصصية في محافظة حضر موت يوم أمس الأول قرار اتهام لكل من عبد الملك بدر الدين الحوثي ومهدي المشاط ومحمد ناصر العاطفي ويحيى قاسم بتزعمهم عصابة مكونة من قوة مسلحة منشقة عن القوات المسلحة والأمن التابعة للدولة وتشكيل النظام الميليشياوي المسلح واستهداف مواقع حيوية واقتصادية في حضر موت والتسبب بانهيار الاقتصاد الوطني وقال القاضي رئيس الجزائية المتخصصة رائد الرضي إن استهداف الموانئ النفطية يعتبر من جرائم الحربي لما تمثله الموانئ والمنشآت النفطية من أهمية للاقتصاد الوطني وطالب قرار الاتهام وفقا لما نشره المكتب الإعلامي لمحافظة حضر موت بمحاكمة قيادات ميليشيات الحوثي الإرهابية والحكم عليهم بأقصى العقوبات المقررة شرعا وقانونا وكانت ميليشيات الحوثي هاجمت ميناء الضب النفطي بحضر موت لمرتين متتاليتين معيقة تصدير النفط الذي يعد عصب الاقتصاد الوطني اشتركوا في القناة